لا تزال المقاولاتية في الجزائر لم تشق طريقها بعد نحو تحقيق التحول الاقتصادي والتكنولوجي وتوسيع استثماراتها بالنظر إلى المطبات التي تعرقل وجودها وهو ما ينزم الجهاز القائم تدارك الاختلالات التي تقف وراء حالة لا توازن في وضعية المؤسسات المقاولاتية التي سبق وأن تدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ ما يقارب 900 مؤسسة مقاولاتية من الإفلاس بعد دفعي للمستحقات المالية الوضع الحالي المقاولاتية هو وضع مزري لأن المشاريع الصفقات العمومية المقاولاتية ما عندها حتى حصة فيها ولازم الدولة تدخل في الأمور هذه تعطيهم حصة حصة من إحابها المقاولاتية ما تنقارضش من 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 استثمار جزائري والمقاولين من الشباب رمعيني وأمور كثيرة مثل العقار الوعاء الصناعي وإن يخدموا محلات تجارية بيفعلوا المشاريع ورحمة إن شاء الله وإحنا كنا نسعى ولهذا الحوالي جميع ما لقناش أذني ساغية بالرغم من التعليمات التي أستهى رئيس الجمهورية بخصوص دعم ومرافقة المؤسسات المقاولاتية إلا أن أوامره لم تنفذ من طرف بعض المؤسسات والشركات لتماطولها في تزديد مستحقات المقاولين الشباب وهو ما سيضيع علينا فرص الاستثمار وخلق مناصب العمل بالخصوص في ولاية تبسة بعد ما تخدم يقول لك ما تقدرش أنك تخلص علش ما تقدرش تخلص بس كهو يقول لك هنا ما عنديش دراهب وهي المؤسسات هذه اللي رانا نختم معها هي مؤسسات اقتصادية يعني في الأصل إن هذا الاقتصاد الجزائري في ولاية تبسة حتى المسؤولين كيتروحي باش يستقبلوك ويهدروا معك نشوف واحد الشدة واحد الكلام اللي يتكلم معك ما هوش هذا الشاب اللي رح يطمح ويكمل يخدم لدينا 20% يعني 20% اللي كل مشروع علش نحن كشباب في جهة شرقية ما يكونش عنا الحق إنه ندو في كل مشروعات بلي أنا من ولاية تبسة سيفغي تحقرنا كم مقاولين شباب تحقرنا تحقيق مناخ استثمار محفز قائم على التنفسية الاقتصادية مرهون بدعم المقاولاتية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وتقديم التسهيلات لتحقيق نقلة اقتصادية بسواعد جزائرية شبانية ترجمة نانسي قنقر